حكم تأخير سادات فتورة الكهرباء علم أنهم يأخذون غرامة على التأخير هل يدخلوا في الربا؟ يدخلوا فيه الربا الإثم على من ألزم بهذه الغرامة التأخيرية لكن أنت لا ينبغي لك أن تتكاسل ولا أن تتهاون ولا أن تفرط في دفع الفاتورة في ميقاتها لتتوقى تضييق هذه الغرامة عليه فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك هذا نظام القوم والقوم يستحلون الربا وأنت جزء ممن يعيشون تحت خيمة هذا النظام فلابد أن تلتزم بأداء التزاماتك في مواقيتها لكي تتجنب توقيع هذه الغرامة نعم عليك الغرامة التأخيرية على الديون ربا أما الغرامة التأخيرية على الأعمال لا بأس بها لو أني قلت للمقابل الذي يبني لنا المسجد أستلم منك قبل شهر رمضان وكل يوم تأخير بألف اللار جائزة لأن التزامه عمل من الأعمال وليس دين من الديون فالغرامة التأخيرية في الديون من الربا أما في الأعمال لا بأس بها ولا حرج